حانتموش كلّي على الفيديو اليوم انا هاجمعي مطبخ تيبه واليوم مرحبابي كلّا يلموني شرف كبير لها انا نعرف هالإنسانة وانا متابعين ديّرها رديدة عندي والله أفر مرنع شفت هاد أبو ضابي قلت يا ربي جيت الإبارات ودخلت لي النبس للأثم لكن هااااا وقلت إن شاء الله في المغرب مطلقها واليوم إن شاء الله إن شاء الله تكبرت لي بلعكسر 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 انا ما كيش شي وصفة ديالك نديرها بلعكسر 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 طريقة الإلقاع ديالها تخليك تحب تشوفي الفيديو كيف أعرفت أنني أحسر بلعكسر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو اليوم سوف نتقسم معي في بداية الفيديو سوف نتقسم معكم فيه هذا اللي قدرت أختي وصديقتي ميزة لنورتني بزيارتها وليت سهل كتر وكتر إنسانة طيبة ومعدنها نقيوك تدخل الخاطر كيف ما نشوفها في الفيديوهات كيف مسته في الواقع سوف نتقسم معكم اليوم الجاج محمر ومعمر بوحد الحشوة اللي هي جديدة مع الكوكد دب في الفم بمعنى الكلمة اختلفة تماما على دكش اللي تعودنا عليه مع دغميرة اللي هي إكس بريس ضروري كن بغوح نتغمس في الأطبق ديالنا فنتقسم معكم واحد دغميرة سريعة وكذلك مرافقات اللي هي جديدة بمكوين أول مرة تشوفوه في الحشوات فكنت منتبعوا معي الفيديو الأخير حتى تكتشفوا الرأي ديال ميزة وعائلتها في الوصفات اللي نزلت لكم اليوم وايضا إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش لي بلايكاتكم و تعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف 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 وإلا كانت أول مشاهدة لكم القناة فألف ألف مرحبا بكم ضغطوا زر الشراك فعلوا الجرس باش توصوا بجديد كل وصفات فكشفوا معي عندي ثلاثة ديالجاجاج بوزن ديالجوش كيلو وربعمية من كل واحدة غسلهم زيان ليلة من قبل ومنشفين غادي ندوز ذا بل تشبيلة ديالهم فكان ديال الملح الملح من كتروش لأن المكونات اللي غا نضيفه ملحة وحتى الدجاج را كيكون عندنا مغسول بالملح ضفت عليها ملعقة صغيرة ممتلئة ونصف من الفلفل الأحمر اللي هو التحمارة ملعقة صغيرة ونصف من الكوركم وإلا درتوا معلقة لها كبيرة غا تعبروا غير معلقة واحدة نضيف هنا البودرة التوم اللي ممكن تعودها بتوم الطريق جوج ديال الفصوص حتى الثلاثة ويدلهم ذاك القلب اللي كيكون خضر في الداخل دياله غادي نضيف معلقة كبيرة ديال الموتارد الموتارد كيساهم في أن الدجاج كي تجمع لينو كيزيدو اللده معلقة صغيرة ديال سلسلة الحار هذه غير كتعدل الضوك والناس اللي كي بغيو الحار يزيدوه معلقة ممتلئة من الزبدة وغادي نضيف هنا كأس ديال الكريمة السائلة اللي ما عندوش الكريمة السائلة وبغي يعودها فغادي نضيفها بكأس ونصف ملياوخ طبيعي غادي نضيفهم على هاد المكونات وغادي نبدأ كن نخلط هاد الماغينات مبعدية تحتها كتنساج مليا من بعد كن اخدو الدجاج ضروري كيف كتلكم يكون مغصول الليلة من قبل ويكون مسقطر مزيان باش كن اخدو هادك الدجاج ديالنا مني كمدون تبلو فيه كيشرب لينة التبيلة ومن الأفضل هاد التبيلة ديروها يعني واحد في الليل يعني ترقدو الدجاج ديالكم وتخليوه بات كيفتو كيجي بنين كتر انا خليتو تقريبا واحد ساعة دي المقانة لاناني كنت مزروبا عليه فكنناخد هنائي الدجاج ديالي كنحاول ندير فيه توقب هاد الشكل هادا وكندخليه الحشوا فصدرو في البيل فخاد يعني من الأماكن كلها باش الدجاج ديالي كتتبل مزيان ومن بعد ما كانتبلها من الأماكن كلها غادي نوضعها جانبا ونكرر نفس المسألة مع الكمية الأخرى اللي بقتلية ديال الدجاج وبالنسبة للدجاج يعني لكان عندي غادي بات مرقضة فما كانتبوش بالأصبوع ديالي كانتبو غير بالعود ديال الشيواء كيف مصبق ليه وريتكم وطبعا الحجم ديال الدجاج را غادي تديرو على حسب كل سيدة ورغبة ديالها إلا درتوا غادي جاجة وحدة في القياسة لدرت ديال تشوابل غادي تديروهم بعبار نصف ملعقة هنخلي الدجاج ديالي جانب نغطع له ونخليه يترقد وكندزول التحضير للحشوة فهنحتاجه أولا البدينجان الدنجال سنقشره يكون عندنا مغسورة نقشره بحالة نخليه في شراطي هكا لهم كوحل ونشد هذا الدنجال نقطعه هكا المكعبات محر جمالي تالفة نقطع المكعبات اللي هي صغيرة نحاول نرقفهم مزيان بش دغيك يدخلهم الطياب وفي هذه المرحلة من بعد ما نقطعهم القياس اللي خديت انا فكل الدجاج أخذت لي دنجالة يعني انا كنت حاطة 1-4 وخدمت كيف غتشوفه معاي غرب 3 ديال الدنجالات ووحدة خليتها يعني فيما بعد غنخدم بها غتشوفه معاي كنديرهم في الصيني ديالفورن غرشع لهم احد الرشا ديالملح وندهنهم بالزيت وندخلهم يطبوه في الفران ممكن تقليهم يعني لكم الاختيار يلا كتوب غن تقليهم دي ما دير لهم الملحة وخليهم واحد شوية لقلمة ديالهم عادي باش بسحوهم بالورق النشاف وقليهم هنا انا طيبتهم غرف الفران ومن بعد كناخد هنا جوج فصوص ديالتوم كنزيدهم عليهم على هذيك الحشوة ديالي ديالنجال طبعا نخص يكون دفع واحد شوية عادي نضيف عليه باقي المكونات حكيت هنا جوج ديالفصوص اصر انا ديما ذاك التومي اللي كان عندي فيها القلب خضر كان حيث هذا القلب خضر عندما تفضل العسر دياله ظنضيف واحد الكمية ديال الملح والملح باقي ديما يديكم ضفوا غرش وحدًا ملحة عادي باقيه بزيده اضفت نصف ملعقة من الفلفل الأسود اللي هو اللي بزار معلقة صغيرة ديالتحمارة معلقة صغيرة اون نصف ملعقة صغيرة من الكركم اضفت ملعقة صغيرة من السلسة ديال الحار والناس اللي يبغيوا الحار ضيفوه انا غير الي حسب ناس كبار ما بغوش نضيف يعني هكا الحار بزاف درفت معلقة ديال السلسة ديال السوجة الخفيفة إلا عندكم السميكة غديروا غير معلقة صغيرة وضفت هنا الفتر المعلب ممكن تعودوه بالطريق وبلمط صوته هو رغي تفسه ديال الفران نضيف الزيت والأخضر وواحد الباقة ديال البقدونس والقزبور اللي عندي مقطعين رقاق نضيف عليهم الزيت ونصف كأس من الكرامة السائلة اللي ممكن تعودوها بنصف كأس من اليوغ الطبيع قدرت عليهم هنا يرشاء ديال الزيتر وغادي نجمع الحشوة ديالي هنا بالجبن الكريمي قدرت حك ديال الجبن ممكن تعودوه يعني بالجبن المبشور حتى هو غيدخل الفران غادي يتعلق ويدوب ممكن تعودوه يعني بالجبن ديال المستطيلات مربعات او للمثلاثات اللي متوفر ليكم أنا درت هنا هاد الحك جمعت به الحشوة وكناخد جاجة قدرت عليها بعد ما طبعا ترقدت قدرت عليها واحد الكيمية في الوساط دياله ديال الجاج ديما باش ما يترتقش لنا وتخرج لنا الحشوة سواء طيبنا في الفران او في الطنجرة فديما ما تدكوه يعني يعني يعطو غير قياسو هكا من الحشوة ماشي تتفادلكم الحشوة على برا وما تدروهاش بالفخاد ديما الحشوة اللي كتكون بالفخاد راكتخرج هنا يا غادي نعتاكم جوش طورق ديال السدان فهناي الطريقة اللولة كان ناخد هاديك الجلدان بعد ما عمرت تجاجة حاولوا تقسموا الحشوة ديالكم باش يجيكم تساوي بناتهم كامل وكان بدأ كان بحالة كان نخيط بعود ديال الشيواء ديال العود كان بدأ كان نخيط غرج الجلدان بعد ديالسح كان نحيط هادك الفائد لي كيكون زيت وعاد باش كان ناخد واحد لخيط غدائي ممكن تاخدو داك الشرط اللي كان كون عندنا لاصق في الربيع كنا نعقدو به او لعقدو به هادك اللي كيكون في الخنشة ديالتقى هنا يا اخديت خيط غدائي كان ربط بها الرجلين غادي نقطع هادك الفائد ونوضعها جانبا الجاجة الاخرى هم بعد ما كان عمرها عن شو ما كيف كتشوفه معيارة ما كان دكاش كان بقا كان عمرها وكنا نوقفها باش نشوف الحشوة فين وصلت غير كتوصلي على براسة في كان حبس كان نسد لها الرجلين ديالها في هادك التقب اللي كيكون عندنا في الأسفل كان عقدهم هاكا بوحد الخيط ومن بعد ما كان عقدهم كان ناخد هادك الجلدة اللي دخلت فيها الرجلين هي كان لاصقها مع الجلدة الفوقانية وكان ندير نحيد هادك الفائد اللي كيكون عندي ديال العود وكتسدلين بها الطريقة يعني اعتاتكم طرق وجوج نشو ما اختاروا لي جاتكم سهل بعد ما كان عمر تجاج كنديرو هنا في الصيني ديال الفرن وكان حاول نراجلهم مع بدياتهم باش يقضهم لي الصينية ممكن طيبهم في الفرن ديال الزمقه كندير عليهم هاديك الماغينادي بقاتلية في القصعة كاملة وما كان مرقوع لهم ما ولو لان الجلدة يطلق لما ديال غادينا ناخد هنية الورق ديال الطاهي نحاول نزمت بها بهذا الشكل هذا ونحاول نزمت باش الحشوة يعني غايتلق لي هادك الجلدة واحد الماغة غادينا نخدم به فيما بعد في الضغمير اللي ذلك ما بغيتوش يضايض كشالش كنهز هادك الورق بهذا الشكل هذا في الاخير كناخد هنية الورق ديال القازدير او الاليمينيوم وكنعود نزمت به هادك الدجاج باش كيطاب لي بسرعة المدة ديال الطاهي اللي كياخد فرن سخن على متين ودراجة كياخد لي تقريبا واحد ساعة ونصف في الطياب دائما مع المراقبة فرن ديال الغاز فغطيبوه على نار اللي هي متوسطة غاد المجهده هنية غادي ندوزوا باش نحضروا الحشوة اللي غادي نرافقوا بها هاد الجج ديالنا فهنية عندي واحد الحبة كبيرة من الباصر مقطع المكعبات صغيرة ضفت عليها ثلاثة المعلقات ديال اغريش اغريش هو اللي دم ديال الخليح كيكون في هادك الفشات اللي كيكون قلينا من الخليح طبعا إلا عندكم الخليح فديروا لها غير هادك الدسم ديال الخليح هو غا تقلو فيه وزيدوا واحد الحبة ديال الخليح ها كمفتين انا درت غير هادك الدسم ديال اغريش وبقيت هو كنقلي فيه شو ضفت غير معلقة صغيرة وحدة ديال الزيت غادي نقلي هادك الدسم ديال الخليح ومن بعد ما كنغطع لها وكنخليها حتكي ولي اللون ديال الباصل بحالة كشفاف عاد باش غادي نضيف عليه فهاد المرحلة هادي غادي نضيف هاديك تقربا واحد المعلقة صغيرة بقاتليه ملح وشوة ما بغيتش اش ضع فضفتها هنية ومن بعد غادي نضيف جوج حبة ديال البدنجان اللي هتا هما طيبتهم بنفس الطريقة اللي طيبت بها الدنجال والفلفران وغادي نقلي كل شي بهات الشكل هذا حتى كده الدنجال كيتشرب لي مع البصلة ومعادك المعلقة ديال الحشوة اللي ضفت غادي نعركو انا كنحركو انا فحالي كنعركو عاد باش غادي نضيف عليه جوج معالقة ديال قوزبر مال معدنوس معلقة صغيرة ديال تحمارا معلقة صغيرة ديال بودرة التوم اللي ممكن تعوضوها بتعمل طريق نس معلقة ديال اللي بزار معلقة صغيرة ديال كمون ونصف ملعقة صغيرة من الهريسة مع واحد الكيمية ديال اللحم المفروم انتو ما اقديروا عينكم ايزانكم في الكفته اللي بغيته ممكن تغالبوا الدنجال اللي حساب الرغبة ديالكم كان بقى نطيب هذه الكفسة مع هالتوابل و انا كنا نفتتش فيها على نار اللي تكون مرسافعة باش الكفسة مطلقش لنا المدية لها و جينا ناشفة كان بقى كنا نحرك فيها حتى كنت طيب هات الشكل هذا و غادي نوضعها جانبا تبرد عاد باش من بعد نعمره بها القنانطات الجج ديالي في النصف ديال المدة ديال الطهي كان عرعليه و ناخد هاداك الماء كامل اللي كي يكون طلقه كان حاول ناخده كامل و ديما يشد معكم شي واحد بس لكنتو هكا بوحدكم باش ما يتغلبكمش هديك يعني ديك السانية و نرجع بنفس طريقي يكمل طيابه هديك العسارة ديال المالي حيدنا كنضفع لها القشاوش ديال الجاج اللي هما القناصي و الكبادي كنضفع لها حبة صغيرة ديال البصل كنضفع لها البقدونس اللي عندي مقطع معلقة صغيرة ديال توابل ديال رس الحانوت اولو المروزية و كذلك معلقة صغيرة ديال القزبر و معدنوس و غادي نديرها على النار طيب و في نفس الوقت كتختار و يعني ما نضفع لها لا زيت لها لورا هدك الدسم مني طلقت ججرة كافي كناخد الورقة ديال البستالة كنقطعها على ربعة و كناخد كلها جوجم و ثلاثات كنضير فيهم الحشو اللي كي يكون برد كتشوفوا معي كيتعلق بالفعل ديال هدك الدسم من الأفضل مني تكونوا كتبردوا و ديروا في شي شبيكا باش يقدر منه عفوان دك الدسم و غادي نسدهم بهذا الطريقة هذي ديال ما كنصدوه بالدقيق اللي كيكون عندنا مخلط مع الماء وبالنسبة لهذه القنانتات ممكن تطيبوهم في الفران كيف ما ممكن تقليوهم و صدقوني بنجال مع الخلي عراها كي يجي منعوت لكم كي يجي لديد بزاف زي ما حشو اللي جربتها و ما غاديش نبقى نتخلى عليها و ندير بها للرغايف و ندير باش حمل حاجة كي يجي واعرين مشاء الله هنيا كناخدهم من بعد ما كنساليهم كاملين كمدا ندوزهم هكا في البيض و ممكن ندوزهم حتى في دقيق في اللولة عاد باش ندوزهم في البيض كنخليهم يتسقطروا عاد باش كندوزهم في الشابلوغ الشابلوغ راسبق ليو دارتها معاكم في الفيديو ديال الروسي نخلي لكم رابط ديالو اسفل الفيديو و ندوز في هذه القناتات كاملين من جوانب كلهم و من بعد نطيبوهم سنأخذ هنية الدجاج من بعد ما كيكون طاب باش كنعرفوه طاب دي ما كنقصو العنق كالقه طاب و هادوك الوراكات ديالجين كيكونو كيبدو يبانو كندهنو غير بالزبدة و كندخلو نشعل عليه غرش شوية من الأعلى و نخليه يتحمر و مره مره كنقلبوه على الجوانب كلها باش يتحمر لنا من الجوانب كله لا تغفلوش علي باش ما يدخلوش طيب بزاف كننأخذ هنية الطبق ديال التقديم من بعد ما طبعنا كنا كنا وجدنا المسائل ديالنا كلها فكنا نخدو الطبق ديال التقديم كنفرشو لي الخص لي كيكون مغصول و مسقطر و ديال من الخص و خديرو في الطبق حاولو انكم تعودو تمسحوه من ديال و من هكا تضغطو عليه باش ما كيبقاش طالع بزاف كنديل هادوك القنانطات في الجنب و كنديل الدجاجة ديالي في الوسط و الخضار اللي عندي راسبق لي ودرتها معاكم في شحال من الفيديو خضار طيبة في الكوكوت و بلا ولا قطرة ما و في عشرة ديال بقيق يعني كتجي سهلة و سريعة حاولت نتقاسم معاكم يعني شي حاجة اللي هي جديدة و الحاجة اللي اسبق لي نقدرناهم لدعي لتكرار على الرابط كلها نخلي لكم اسفل الفيديو و اي وصفة كتحتاجوها فديما اضغطو على الرابط و اضغطوه في البحث و كتبو مطبخ تيما و كتبو حدها الوصفة إلا ما لقيتوهاش كتبوها لي في التعليقات و نديرها لكم إن شاء الله و امكانت هذا و التقديم ديال ندرت هذا الهناية شوية ديال البيت ديال السمن دوسو في بابو هم تزين كيبقى على حسب الرغبة الصراحة هاد الشي اللي قدمت ليهم شي من المقام هم يستهلوا كتر و كتر و لكن ميزة كانت غادي تسافر و أنا عنده بالي ما زال عنده أيام كانت عنده غير ربع أيام فتقبل علي وتستهل كتر و كتر و نعودها لان شاء الله في محسن و كانت تمنى تدخلوا القناة تهرها و ما شاء الله فيديوهاتها و الزوج دياله و عائلتها كلهم طاقة إيجابية و كيفرحوا و كيعطيكوا حد الفرحة و انتو ما كتفرجوا فيهم و جعلنا دخلتنا عليكم إن شاء الله برزحكم بطيسة إن شاء الله الله رحيم الله يفيد خبارتكم و تنتم و شكرا لنا نتسيق باتكم و الله عزي الله و الله يتفرح لها عبتين بتبعاك نموت عليها صراحة الله الله يكبر بيتم كلام ما شاء الله عليها و الله يترحين ببراكة في بيتكم إن شاء الله نفرح لكم بسحى و السلامة و رزقكم و بسمحيلين أختي بسحى و من بإذن شاء الله المسحول اقولكم حشوة كريمية بنينا عشي ديال عشي ديك ممت بنينا بيش حاجة أبنين كريم يعني ما شاء الله غفل ولد كرمية ولد ججلة عشي دك شكر العروس لا لحشا نقول صح ليش لان انا متابعة انا جربت الوصفة والله العظيم لا ديال بيرجر لا ديال خبيزة يالله كنقول خاتي والله يلاصروا في الخبيزة وسنحطهم في البريغو راجلي كيتشه ايضافي كان شبيت هذه الخبيزة كنجلل ايضافي بسحرتي والصراحة الوصفة اللي هزم نجربه بكل امانة غزان مرحبا بكم مرحبا بكم